وقد كان لهذه المآسي القاسية والسياسة الطاغية التي لجأ إليها جمال باشا دويا وأي دوي في العالم العربي إذ ثارت الخواطر واضطربت الأفكار وأدرك العرب أنهم تلقاء سياسة جائرة ترمي إلى القضاء على جميع أمانيهم والتعصف بهم لإخفاة صوتهم ولما كان القضاء يعداما على أمثال هؤلاء الشهداء الذين يمثلون صفوة شباب العرب ونخبتهم ومنهم من ينتمي إلى جمعياتنا أمثال محمد المحمصاني ومحمود المحمصاني وصالح حيدر ولما كان هذا الحكم قد أظهر النيات التركية نحو العرب فقد قررت الجمعية القيام بدعاية واسعة النطاق لإطلاع العالم العربي على حقيقة نوايا الاتحاديين فسعينا جهدنا وبكل ما أوتينا من حول وقوة لتحقيق هذه الغاية ولقد انتهت تفاصيل هذه الفجائع إلى مسامع شريف مكة الحسين بن علي فوقعت من نفسه موقعا أليما وحزن لها حزنا عظيما وكان ابنه علي قد عثر على وثائق كان يحملها وهيب باشا قائد الجيش العثماني في الحجاز وهو يرافقه مع متطوعة الحجاز في طريقهما إلى القنال للاشتراك في الحملة فوقف الأمير من محتوياتها على ما ينبئ بالقضاء على امتيازات والده تدريجيا ثم إلغاء الإمارة فاعتذر إذاك عن مرافقة وهيب باشا في الحملة قبل إعداد عدته عيدا أدراجه إلى مكة حيث أطلع والده على كنه الأمور فأيقن شريف مكة أن الخطر محدق بإماراته وبالعرب جميعا وكانت قد اتصلت بمسامعه دعايتنا فصادفت أرضا خزبة من لدنه وتألف من هذه الأسباب مجتمعة ما ألف في ضميره خطوط السياسة الجديدة التي ينبغي أن يسير عليها ولما كانت البلدان الحجازية تعتمد في معاشها على طريق البحر الأحمر وطريق الخط الحجازي وكانت الحرب قد أفضت إلى أن يفرض الإنجليز الحصار البحري على بلاد الدولة العثمانية ولما كانت سوريا لم يعد في مقدورها إمداد الحجاز بالمؤن لأن الحكومة العثمانية وضعت يدها على كافة المنتجات الزراعية لإعاشة الجيش كما أن الحج قد توقف وهو مورد هام للحجاز من أجل هذا كله أصبحت حالة الحجاز مهددة بخطر المجاعة فراح شريف مكة يجهد الفكرة في استنباط مخرج من هذا المأزق الحرج وقد وجد في مراجعة الإنجليز إياه بدعوته للانضمام إلى صفوف الحلفاء منفذا لمجانبة الخطر الداهم ثم الوسيلة الوحيدة للخروج ببلاده من الموقف الدقيق الذي آلت إليه فرضي على كره بمفاوضة الإنجليز في شهر يوليو 1915 إلا أن ابنه الأمير فيصل كان على جانب عظيم من الحذر والتيقظ لا يطمئن إلى نوايا الحلفاء ولذا التمس من والده السمح له بالسفر إلى الأستانة علّه يجد من رجال الدولة العثمانية ما يضمن الحفاظ على حقوق العرب وكيان الحجاز المهدد توجه الأمير إلى دمشق فوصلها في أيلول 1915 وكنا أعضاء الفتاة نبذل قصار الجهد لمجابهة الخطر الداهم فأجمعنا الرأي على الإفادة من الفرصة السانحة لنا بوجود الأمير فيصل بين ظهرانينا ولما كان قد حل ضيفا على عطباش البكر وكان ابنه نسيب من إخواننا اتصلنا به بسهولة ودرسنا فكرة إدخاله في عداد أعضاء الجمعية فوجدنا فيه تربة خصبة وهو ما كنا نتمنى فسلكناه في عقد أعضاء الجمعية ورجونا منه التوسط لدى السلطات العليا للإفراج عن المعتقلين الوطنيين العربي في عالية وقد رغب الأمير فيصل معرفة مدى قوة الحركة العربية في سوريا فاجتمع أولا بالشيخ بدر الدين ثم بياسين باشا الهاشمي رئيس أركان حرب وكالة قيادة الجيش الرابع ورضى باشا الركاب وسأل عن المساعدة التي تحتاجها سوريا لتشترك بالحركة التحريرية العربية عند الاقتضاء فما كان من ياسين باشا الهاشمي لأن أجابه بأن السوريا لا تحتاج إلا إلى عزم الحسين على ترأس الحركة التحريرية العربية فكان لهذا الموقف الحازم موقف الهاشمي أثر عميق في نفس فيصل لأنه موقف شخص يملك صفة التكلم باسم قوى الجيش المرابط في سوريا وهو الذي يتألف بأكثريته من العرب وقد سلمته الجمعية المصورة الذي يعين حدود البلاد العربية الجغرافية في آسيا وهي التي يجب أن يدور السعي على أساسها لنيل الاستقلال وسرعان ما أرسل بجميع ما وقف عليه إلى والده الحسين ثم توصت لدى جمال باشا كي يعدل عن سياسة البطش برجالات العرب على غير جدوى وتابع السير إلى الاستانة حيث اجتمع بالصدر الأعظم وأنور وطلعت وكشف لهم عن الوثائق التي عثر عليها مع وهيب باشا وأضاف فأبان لهم بصراحة مضار سياسة الضغط التي ينحوها جمال باشا تلقاء العرب فكان لمحادثته صداها وأثرها وقد وعدوه خيرا وبعثوا للحال إلى جمال باشا يوصونه بفيصل كما أنهم حولوا وهيب باشا عن الحجاز بعد أن بعثوا مكانه غالب باشا على أن هذا كله لم يفت في تغيير الخطط التي كان يتبعها جمال باشا في سوريا وإذا كان قد جامل الأمير فيصل لدن عودته إلى دمشق فما ذاك إلا أملا بأن يرافقه على رأس فرقة حجازية في حملته الثانية على القنال وفي هذه الأثناء كان في علية فريق جديد من المعتقلين العرب وهم شفيق المؤيد والأمير عمر ورفيق رزق سلوم وعمر حمد وعبدالغاني العريسي وعارف الشهابي وتوفيق البساط وسيف الدين الخطيب والشيخ أحمد طبارة وسليم الجزائري وجلال البخاري وأمير لطفي وسليم الأحمد عبدالهادي وفايز الخور وريض الصلح ورياض الصلح وقد سعى الأمير ما استطاع للإفراج عنهم باذلا كل ما لديه من الوسائل الفعالة سواء في الأستانة أو في دمشق ولكنه خاب سعيا وذهبت مجهوداته أدراج الرياح فاضطر لمراجعة والده فأبرق الحسين إلى أنوار باشا ينذره بأن الحرب الحاضرة تستلزم مساهمة العرب فيها بكل قواهم لأن بلادهم من أهم ميادين القتال وإن إرضاء الشعب العربي يستلزم منح سوريا النظام المركزي الذي ننشده وإعلان العفو العام عن المتهمين السياسيين الموقوفين في عالية وإبقاء إمارة مكة كما هي إذ أن الوثائق التي عثر عليها مع وهيب باشا تجعل مستقبلها في خطر فإذا اتبعت الحكومة العالية هذه الخطة الرشيدة فجميع العرب بدواً وحضراً لا يتأخرون عن حشد قواهم للدفاع عن الوطن وقد تعهد الحسين في هذه البرقية بأن يكون أولاده قادةً للقوى العربية في ميادين العراق وفلسطين إلا أن أنوار باشا لم يوافق على هذه المطالب وأسرع فأبلغ الشريف بأن لا بد أن ينال الموقوفون في عالية عقابهم وعلى الأثر غادر فيصل دمشق إلى الحجاز في كانون الأول 1915 ليرفع إلى والده نتائج مساعيه في الأستانة وما وقف عليه في دمشق وفي كانون الثاني 1916 عاد إلى دمشق على رأس كوكبة يبلغ عددها الخمسين من المتطوعين حلوا بالقابون في دار عطا باشا البكري وهذه الكوكبة مقدمة لفرقة متطوع الحجاز إلى حملة القنال وفي شباط 1916 رفق فيصل جمال باشا وأنوار باشا إلى المدينة المنورة لتفتيش قوى الجيش المرابطة فيها وقوى المتطوعين ثم عاد معهما إلى دمشق وقد كلفه بعض الأشراف القبض على أنوار وجمال وهما في معسكر المتطوعين إلا أن فيصل أبى ذلك وقال إنهما في ضيافتنا وعاد معهما إلى دمشق وبعد برهة قصيرة طلب منه جمال باشا أن يكتب لأخيه كي يضع حدا لاعتداءاته على سلطة محافظ المدينة المنورة وليدعوه للقدوم إلى دمشق للسفر على رأس حملة متطوع الحجاز إلى القنال وبذلك يكون الأخان رهينتين في يد جمال باشا ولما لم يعد في الإمكان القيام بثورة منتجة في دمشق بعد أن شتت جمال القوى العسكرية العربية التي كانت معسكرة فيها فقد أصبح هم فيصل أن ينجو بنفسه إلى الحجاز وعندما طلب منه جمال باشا استقدام أخيه اتخذ من ذلك ذريعة فطلب من جمال باشا أن يسمح له بالسفر للمدينة ليعود مع أخيه والمتطوعة إلى دمشق ومنها إلى جبهة القتال وقد تألف وفد للقيام بهذه المهمة وهي استقبال المتطوعين الحجازيين برئاسة فيصل وعضوية كاظم بيك مفتش منزل الجيش الرابع وأصف بيك المستشار العدلي والشيخ عبدالقادر الخطيب والسيد نسيب البكري وقصد الجميع المدينة المنورة بالسكة الحديدية في منتصف شهر مارس واستقبلوا بكل حفاوة وانضم فيصل إلى أخيه واعتذر إلى أعضاء الوفد عن تعذر عوداته معهم لأنه لم يعتق قرار بعد بسفر المتطوعين عن طريق السكة الحديدية إلى دمشق أو عن طريق الصحراء إلى القنال وبذلك نجى بنفسه وفي تلك الأثناء وصل فخريباشا وكيل قائد الجيش الرابع إلى المدينة للإشراف على الحالة وقيادة القوى الموجودة فيها وهي من خيرة القوى التركية وقد عززت بقوى أخرى بحجة إرسالها إلى اليمن وخشي الشريف حسين توالي وصول النجدات إلى المدينة ثم احتلال الحجاز عسكريا وسلبه امتيازاته فأنهى محادثاته مع إنجلترا بسرعة وأعلن الثورة العربية بتاريخ ثاني من حزيران 1916 وقد أعقب توقيف عبد الكريم الخليل اعتقال أميل لطف قائد الحامية في الإسكندرون وهو من المتصلين بعبد الكريم إذ أشيع أنه اتفق معه على قطع الاتصال بين الأناضولة وسوريا إذا ما قامت حركة تحريرية فيها وقد اتخذ جمال باشا من هذه الحوادث ذريعة لاتباع سياسة البطش القاسية فراح يبعد المثقفين والضباط والقطعات العربية في الجيش العثماني إلى جبهة أخرى فأرسل جميع ضباط الخدمة المقصورة من خريج المدارس العالية إلى جبهة حناق قلعة وفيلق الموصل إلى القفقاس وياسين باشا الهاشمي إلى جبهة الكربات فلم يعد بإمكاننا القيام بأي عمل يذكر بعد تشتيت قوانا بسبب ما عثر عليه من المنشورات الصادرة عن حق العظم باسم الجمعية الثورية العربية وعدم احتياط عبد الكريم الخليل ولما كان سمي قد تردد كثيرا على ألسنة بعض الموقوفين في عالية من غير أن يذكر أحد حقيقة أعمال جمعيتنا فقد قرر استدعاء رئيس الهيئة التحقيقية بديوان حرب عالية فوقفت يوم الاثنين في الثالث من كانون الثاني الف وتسعمائة وستة عشر وكان ذلك من قبل قائد درك المركز طاهر أفندي وأودعت غرفة ضابط الدرك في سراء دمشق يومين كاملين ولما جاء والدي يزورني عمله القائد المذكور معاملة فضة قاسية فأثر ذلك فيه كثيرا وكان من أمراء الجيش القدماء فوقع عن سلم السراي وكان هذا الحادث سببا في مرضه ثم انتقاله لدار البقاء بتاريخ الخامس عشر من شباط سنة الف وتسعمائة وستة عشر وأنا في سجن عالية وقد أبلغت وفاته بعد حين بواسطة جميل الألثي رفيقي في السجن ولما كنت برتبة يسباشي في الجيش فقد نقلت إلى عالية بعد يومين مصون الكرامة وأودعت الغرفة المجاورة لغرفتي شفيق بيك المؤيد وسليم بيك الجزائري وكان الأول قد أرسل لحياته ووقف أوقاته على تلاوة القرآن وحفظه والثاني وهو النحيف جسما لا يفتأ يوقد الفحم في مدفأة من طين اتقاء للبرد القارس وقد أبلغت لدن وصولي إلى السجن أن من المحظور على السجين أن يتحدث مع غيره من السجناء وكل من تسول له نفسه خرق هذا الحظر تعرض للرمي بالرصاص فلما ولجت غرفتي كان همي الوحيد الاتصال بإخواني الموقوفين وخاصة من كان منهم ينتمي إلى جمعيتنا علنا نتمكن من إيجاد مخرج من الموقف الذي انتهينا إليه ولألا تكون إفاداتنا متضاربة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر